يقف ثابت الحوري على أطلال منزله الذي تهدم نتيجة سيول الأمطار على مخيم الجفينة جنوب مدينة مأرب بصعوبة تمكن ثابت وهو نازح من محافظة ريمة من إنقاذ أفراد أسرته لكن أغراض أسرته أتلفت بكاملها وقد هو وأفراد أسرته بلا مأوى ولا مواد غذائية هذا المشهد المتكرر في كل موسم للأمطار يحكي واقع المأساوية لحياة التشرد والنزوح الذي اتعرض له اليمنيون بعد أن عملت الميليشيات الحوثية على تهجيرهم من قراءهم ومنازلهم وباتوا يعيشون في مخيمات معرضة للتجريف والهدم دون إيجاد حلول تنهي مآسيهم يعني أصبحنا مشردين وأصبحنا معرضين للخطر خاصة مع موسم الأمطار وخاصة هذه الأيام قبل أمس كنت بغرق أنا وجهها لي داخل البيت الآن لا تشوف يعني وين أنا ساكن أسكن في بيوت خلها على الله ما تسكن فيها الخفافيش حتى يعيش آلاف النازحين في محافظة مأربة في خيام ومنازل مؤقتة وغير قادرة على الصمود أمام عوامل تغير المناخ والأمطار حيث تضررت مئات الأسر النازحة الأسبوع الماضي من سيول الأمطار التي اشتاحت عددا من المخيمات المختلفة وصدى تدخلات محدودة من قبل المنظمات الإنسانية بسبب جراء السيول وجراء العاصفة الرملية الأسرة متضررة كليا ما يقارب 2600 أسرة الأسرة متضررة جزئيا ما يقارب العشر الألف الوحدة التنفيذية تدخلت عن طريق الشركاء المحليين والدوليين لكن مدينة مأرب لا زالت تحتاج الجزء الأكبر لأنها تضم ثلاثة مليون ونيف نازح وخاصة ونحن مقدمين على كما ترى لا زالت موسم الأمطار وموسم السيول لا زال أيضا مستمر هل توقفت المأساة هنا؟ أما يزال المهجرون في مخيماتهم متأهبون للتصدي ربما لمآس تنتظرهم لا سيما في موسم الأمطار فيما يبدون تخوفاتهم من هذا الوحل والمياه الملوثة التي تحيط بمنازلهم وقد تتسبب في إصابة أطفالهم بعدد من الأمراض سعد القاعد ياما الشباب مأرب